نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول صلى أحد وأئمة المساجد بالناس وفي الدور صلى أحد وأئمة المساجد بالناس وهو في الدور الأرضي من المسجد والمأمومون كلهم في الدور الثاني بسبب بعض الصيانة في المسجد وعذره أن أسلاك المكبر لا تصل إلى الدور الثاني فما حكم صلاتهم وقد صلى بهم عدة فروض على هذا الحال الإمام وحده في الدور الأرضي والبقية الجماعة كلهم في الدور الثاني لا بأس بذلك لكن يكون معه يجب أن يصلي معه واحد على الأقل أو اثنين ما يكون وحده نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة